مع تصاعد التوترات بين روسيا والغرب على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تزداد وطيرة فرض العقوبات الاقتصادية على البنوك والشركة الروسية وأصدقاء الرئيس الروسي المقربين والذي يطلق عليهم مصطلح الأوليغارش الروس مصطلح الأوليغارش الروس يشير إلى طبقة من الأثرياء تشكلت عقب انهيار الاتحاد السوفيتي أوائل التسعينيات ويتهم هؤلاء باستغلال نفوذهم وعلاقاتهم مع المسؤولين للسيطرة على الشركات والمصانع والأملاك عقب خصخصتها بعد انهيار النظام الشيوعي منذ ذلك الحين باتت السيطرة على النظام السياسي تشكل أمرا محوريا في حفاظ تلك الطبقة على أعمالها ومصالحها التي ترتبط بأي نظام سياسي حاكم ومن الأوليغارشية الروس ميخايل فريدمان وهو رئيس مجلس إدارة مجموعة ألفة أكبر المجموعات الاستثمارية في روسيا والتي بلغت ثروته أكثر من 15 مليار دولار وتشير تقارير إعلامية إلى أن رجل الأعمال الروسي رومان إبروموفيتش صاحب نالد شيلسي لكرة القدم أشهر الأوليغارشيين في المملكة المتحدة والتي تقدل ثروته بأكثر من 14 مليار دولار في حين تبلغ ثروة أوليك ديري باسكا رئيس مجموعة إي إن أو للإلمنيوم بستة مليارات ونصف المليار دولار أما بيوتر إيفون رئيس ألفا بانك والذي يعد أكبر بنك تجاري في روسيا تبلغ ثروته نحو 5 مليارات دولار